في حاجة كبيرة جدا 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 محدش يقدر ينكرها ان هي ظاهرة ضخمة احنا بنلاقيها في البيوت وياكاد يكون مفيش بيت بيخلوا منها وهي بالمناسبة علامة من علامات عدم نضوج العلاقة الزوجية يعني لو عايز تعرف العلاقة نطجة ولا مش نطجة اكتر حاجة ممكن تشوف فيها نضوج العلاقة الزوجية من عدمها العناد او العناد لما تلاقي فيه العناد الزوجي اعرف ان العلاقة الزوجية مش نطجة مش نطجة يعني ايه يعني تحتاج ان هي نكتسب بعض المهارات اللي ممكن نبقى نطجين بيها فيه كتير جدا 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 روجوا ان العلاقة الزوجية احنا لازم نعرف العناد ده جاي منين مش معقولة الزوجين بيقولوا كده الزوجين اول ما بيقولوا في المركز الرشاد الزوجي بيقولوا ليه أنا ما كنتش كده ما فيش زوجين بيتخلقوا بيحبوا العناد ومالقيه الحكاية الحكاية إن في بعض الناس أفسادوا العلاقة الزوجية على الناس لما حسسوهم إن علاقة الزوجية بنج بونج خدوا هات ودي كارسة من أكتر الناس اللي بيسعوا على تأسيس إن العلاقة الزوجية بنج بونج الناس بتعود التدين الكم هقول لكم ليه ساعات الرجال عايزين العلاقة الزوجية بنج بونج خدوا هات عشان الراجل لما يحس إن هو ما عندهوش حقوق يروح يتجاوز تاني آه ده حقيقة لازم نعترف في ده ويبقى إن الست لما بتكون بنته عنده يبقى عنده فرصة إن هو هيروح يتجاوز تاني وهي لما هو ما يكونش بيكون حنين عليها وطيب وبيعاند معها تقول دي ما كانتش أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالتدين الكم اللي بانى العلاقة الزوجية على الحقوق والواجبات وخضوهات العلاقة الزوجية مش بتبيني على الخضوهات على الحقوق والواجبات بالمناسبة الحقوق والواجبات مش خضوهات بالمناسبة أول حق من حقوق الزوجية هو حسن أشرة عشان تبقى الزوج كله مبني على الفضل مش على العدل لأن أصلا الزوج كان فضل من الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها ويجعل أبينكم مودة ورحمة أصلا الجواز فضل من الله وعشان كده كل طرف ما ينفعش يكون عايز يشوف مين هيكسب ومين هيستسلم ويبدأ كل واحد يستخدم السلطة بتاعته والأدوات اللي هو عنده عشان يدوس على التاني عشان يوصل للأيه إلى أن الشخص الآخر يستسلم لا الجواز عكس كده خالص العكس توافق وسعادة ومودة ورحمة وتقدر تسميه إعلان الحقوق والواجبات اللي هي اللي حدتهن الشرع الشريف في أكبر ثلاث قيم أساسية السكينة والمودة والرحمة العندي ده بقى لو موجود في بيوتنا من الزوج أو الزوجة فده أحد المؤشرات الأساسية على عدم نضوغ الطرفين مش طرف واحد ليه طيب أنا ما بعانتش أنت لو ما بتعانتش اللي عندي مش هيبقى موجود ليقول لي لا هي اللي بتعاند فبيقدي ذلك إن هي إيه؟ إنه ويعاند كمان